مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم معانا متابعة جديدة ومستمرة لأهم الأخبار وأهم الملفات في الحياة اليوم هنبتدي كلامنا النهاردة من ملف مهم جدا هو ملف العلاقات الخارجية للدولة المصرية والحقيقة كتير اتكلمنا عن النقلة والتطور النوعي اللي حصل في هذا الملف بحيث أن الدولة المصرية قدرت أنها تنوع علاقتها مع كل الاتجاهات شرقا وغربا إحداث التوازن المطلوب وده بكل تأكيد معادلة صعبة أنك تقدر أنك تحافظ على علاقتك مع كافة الاتجاهات وكافة الأطراف بالشكل متزن ويكون العنوان هي المصالح المتبدلة وأن الدولة المصرية لها تمتلك قرارها وتشوف مصالحها إيه على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي ليه بقول المقدمة دي لحضراتكم لأن النهاردة على مستوى العلاقات الخارجية كان فيه زيارة مهمة أو لقاء قام برئيس عبد الفتاح السيسي من خلال استقباله لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دي بتعتبر أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من البوسنة والهرسك من أكتر من 14 سنة الرئيس النهاردة طبعا قام باستقبال رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في أصل الاتحادية وبعدها كان فيه جلسة مباحثات سنائية وبعدها كان فيه مؤتمر صحة الحقيقة فيه عدد من الملفات المهمة اللي تم استعراضها النهاردة سواء فيما يتعلق بطبيعة علاقات بين البلدين والتأكيد على هذه علاقات الطيبة وكمان تطويرها في الفترة القادمة لكن العلاقات اللي ليها بعد تاريخي خلينا نبتدي كلامنا من المنطقة دي مصر كانت من أوائل الدول اللي أقامت علاقات ديبلوماسية مع البوسنة والهرسك وكمان دولة المصرية تحملت مسؤوليتها كدولة رعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام ووحدة أراضي البوسنة والهرسك كمان الرئيس النهاردة أكد على أن هذه الزيارة هيكون لها انعكاس مباشرة على طبيعة علاقات المشاركة ما بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والإساسماري ما بين مصر والبوسنة والهرسك فتم التأكيد في الملف ده أو في الجزئية دي أنه هيتم استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها وهنا بنتكلم على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ما بين البلدين وده اللي هيؤدي لتعزيز التبادل التجاري ما بينهم برضو النهاردة من خلال برضو قصة المستوى الاقتصادي تم الاتفاق على إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن في البوسنة والهرسك تتجه مباشرة لمدينة الغرداء وده بكل تأكيد هيا نعكس على تنشيط حركة السياحة ما بين البلدين ده فيما يتعلق بالملف الاقتصادي أو الملف الاستثماري والتجاري أما بالنسبة للمشهد السياسي والأوضاع الإقليمية بطبيعة الحال دايما الرئيس في أي لقاء على هذا المستوى دايما مخبته للمجتمع الدولي بخصوص الأوضاع المتوترة في المنطقة والعضية الفلسطينية وهنا الرئيس أكد على بضرورة بزل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الاقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط شدد الرئيس كمان على أهمية تكاتف الجهود الدولية في هذا الملف علشان نوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لمناطق القطاع رئيس البوسنة والهرسك من ناحيته برضو يمكن أكد على القصة بقول لحضراتكم يعني أنه بيطمح في مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين بلد وما بين مصر التأكيد على الدور المحوري للدولة المصرية في محطها وإنها ركيزة للأمن والاستقرار كمان وجه دعوة لسيد الرئيس عفتاح السيسي لزيارة مرتقبة ومتاظرة إن شاء الله للبوسنة والهرسك